فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر متأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة قال أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر يعني في اختلاف التضاد وكما رأيته لكثير من الفقهاء وأكثر متأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيته بين بعض المتفقهة والمتصوفة ونظائره كثيرة نعم اختلاف التضاد واقع ويكون أكثر ما يقع عند المبتدعة كلهم ليسوا على دليل كلهم مبتدعة والمبتدعة معناه ما ليس له دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أصلا كلهم ليس لهم دليل وإنما هم مبتدعة أو بين الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية وأحد قال بالتحريم وأحد قال بالإباحة مع أن التحريم والإباحة متضادان نعم متضادان فلا يمكن أن يكون كل واحد معه دليلا صحيح لأن هذا تلت ولا يمكن أن يكون كل معه دليل صحيح فإن كان مع أحدهم دليل صحيح فهو إما منسوخ إما منسوخ منسوخ وإما مجمل وإما له احتمال كنت لا يكون هناك